أه 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 تخيل معي كتسمع شي حاجة كتهدر معاك ولكن ما كان حتى شي واحد حداك تخيل معي دماغك ما كي قدرش يفرق بين شنولي بالصح و شنولي كدوب وما عرفتيش حتى واش عائلتك معاك ولا ضدتك اليوم غادي نهدروا على سكيزوفريني لي معنده حتى علاقة مع انفسام شخصية سكيزوفريني هي واحد لمرض مزمين كيجي لرجال كثر من المرواهات وكتباني الأغلب يدي الوقت في ال عشرينات وكيقيس تقريبا واحد في المياه دي المغربة ولكن حضيو هاد الاحصاء متعلق غير بالناس اللي مشاهم عند طبيب وخام عند هاش اسباب بالضبط كين مجموعة دي الفاكتور اللي كيطلعوا من نسبة دي الاسكيزوفخيني عند اي واحد فينا من هم اللي ما كانت حكموش فيهم بحال الجينات اللي خديناه عند وريدينا ومن هم اللي كانت حكمو فيهم بحال الحشيش وعاد كين تعفونات والامراض اللي كيتراوه في الوقت دي الحمالة اعراض دي سكيزوفرينيا كين قاسمو البوزيتيف، نيغاتيف وكوغنيتيف او لا معرفية الناس اللي كي مرضو بسكيزوفرينيا كتبان عندهم اعراض قبل ما تجيهم سكيزوفرينيا اعراض بحال مشاكل في الناس كي بدو يبعدو على صحابهم النقاط اللي كانو كيجيبو في القاسمتي ولي وجيبو قل منهم الى اخره دا با اجي ندوزو الاعراض المهمين ونبدو بالاعراض بوزيتيف بوزيتيف ما معنيتهاش اعراض زوينين ولكن معنيته اعراض اللي كيزيدو شي حاجة للمريض ومنهم الوهم اللي هو شي حاجة كي تيقوا بها وخانعطيهم دليل انها غالطة حال مثلا انهو الماليك دي السبانيا او لا انهو ساكنو جن اللي كي تحكم فيه تاني حاجة هي الهلوسة والاغلبي دلوقت كيتخيلو اصوات وسط راسهم اللي كي يغوتو لهم او لا يحكمو فيهم تالت حاجة هي اش لادة ديالهضراء علاش سميناش لادة حيتمنين كينسولو هاد الناس شحال في الساعة متلا يقدرو يجوبوك بليوم كلي تزرق نهار ديما او لا كيهضرو بواحد طريقة ما عندها معنى والناس كيسحب لهم كيهضرو بشي لغة جديدة عليهم زيد على هاد شي مشاكيل في التعامل كيقدرو متلا يكون الموت ديل الصاد ويلبسو ثلاثة ديل جاكيطات وبوز ديل تيرج او لا يقدرو يجلسو بشي طريقة فشكل وما يتحركوش نهار كامل الاعراض التانيين كيتسمو نيغاتيف حيت كينقصو شي حاجة للمريض ومنهم نقص في الاحاسيس يقدرو يدوز حداهم سبا وما يديرو حتى غي اكشون نقص في القانا ما كيبقاوش يديرو شي حاجة لكانو مولفين يديروها شحال دي ويقدرو ما يبقاوش يتهلو فراسهم ما يغسلش حالته مثلا وما يبدلش حويجو اما بالنسبة الاعراض المعرفية هي الاعراض اللي كتقص الذاكرة والفهم وما علاش المريض ما كيقدرش مثلا يعقل على النمر دي التليفون او لا يتعلم شي حاجة جديدة ناس اللي مراد بسكيزوفرينيا ما كيعرفوش راسهم مراد وبالنسبة لهم كل شي اللي يطاري لهم حقيقي هاتش علاش صعيب نقنعوهم يشوفو الطبيب ما كينش حتى تحليلة كتحط دياغنوستيك دي سكيزوفريني طبيب النفسي كيهدر مع المريض وكيحط دياغنوستيك على حساب شنو كيلاحظ وشنو كيعاود له المريض وعائلته حيت سكيزوفريني مراد مزمن ما كيددواش 100% ولكن يمكننا نتحكمو فيهم الدواء وبحصاص عن طبيب اللي كيعاون فيهم المريض يتعامل مع المرض ديالو ومجيت نحنا إلا شفنا شي واحد سكيزوفرين أول حاجة ما نضحكوش عليه وما نقولوش ليه سكنك جن أو لا ما نعرف أشنو حيت هاتشي ما كيعاونوش يتغلب على المرض ديالو كين بزاف ديالناس اللي عاونوا البشرية وخامرات بسكيزوفريني ومنهم مثلا جون ناش رياضي اللي ربح جائزة نوبل في الاقتصاد هادا كن كيحسابوه بللي أي واحد لابس كرباطا حمرا دير مؤامرة ضدو هاتشي هادا كنقولوه باش نبينو أنه مشي حشو ما تكون مريض بمرض نفسي دماغ حته هو عدو ويقدر يمرض بحال معداء أو للقلب كنشكروكم على تتبعكم الحلقة وما تنسوش تابونا وتابونا في فيسبوك وإنستغرام وخليولينا كومنتر التحت إلا عندكم شي سؤال أو الاقتراح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر